السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أعظم عبادة في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان الحقيقة من ليالي العظيمة جدا التي لها قدرنا عظيم ونعند الخالق سبحانه وتعالى كتير من الناس بيقولوا نعمل ايه في الليلة ديات في ليلة النصف من شعبان يطرق نصلى قيام الليل ولا نختم الكرآن ولا نعمل ايه اقول لك حاجة بسيطة جدا اعمل اللي انت متعود تعمله في الايام التانية لاني مش من السنة ان احنا نخص الليلة ديات لا بقيام ولا باي شيء احنا مكناش بنعمله بمعنى ايه بمعنى حضرتك لو كنت متعود طول السنة بتصلي قيام الليل صلي قيام الليل في هذه الليلة لو حبيت تزود شوية ما فيش مشكلة لان الاصل عندك موجود انما عشان تخص الليلة دي بقيام الليل هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب طب والنهار الليلة ديت يعني النهار ده ايه يوم 14 شعبان اللي هو ليلة 15 شعبان اللي هي ليلة النصف من شعبان طب اليوم ده نصومه اقول لك برضو نفس الحكاية اللي انت متعود تعمله طول السنة اعمله في هذا الوقت بمعنى ان انت لو متعود تصوم يوم 13 و14 و15 فاكيد هيجي في وسطوم ايه يوم 14 اللي هو ليلة 15 فتصوموا عادي جدا او كنت متعود تصوم الاتنين والخميس فجه يوم 14 شعبان ده يوم الاتنين او يوم الخميس او كنت بتصوم صيام سيدنا داود وهو احبه الصيام الى الله سبحانه وتعالى كنت بتصوم يوم وتفطر يوم فجي اليوم اللي هتصومه يوم 14 وهكذا لكن ما تخصش اليوم 14 بالصيام ولا تخصي ليلة 15 بالصيام واضح كده؟ طيب شيخ محمود بقى ايه اعظم عبادة نعملها في الليلة دي هنا بقى ادلك بقى على اعظم عبادة تقوم بها في هذه الليلة ممكن احد يسأل اعظم عبادة في الليلة دي قيام الليل ولا نختم القرآن ولا نعمل ايه هقولك على عبادة عظيمة جدا مع حبنا واحترمنا وتقدرنا للصلاة وللكرآن ولكل العبادات لكن اعظم عبادة في هذه الليلة هي عبادة العفو الله اكبر عبادة العفو ايه نعم طبعا ومعها الصلاة ومعها الصيام معها عفو الصلاة ومعها القرآن ومعها العبء وذكر الله والدعاء وكل هذه الاشياء العظيمة لكن أعظم عبادة تقوم بها في الليلة دي هي عبادة العاف خدوا بالكم من حاجة الأعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام العادية مرتين في الأسبوع بترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس عشان كده الناب قال إيه صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم عشان كده الناب على السلام كان بيسم يوم الاثنين والخميس طيب ده الرفع الأسبوع مرتين في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس طب والرفع السنوي طبعا رفع الأسبوع ده لما يرفع العمل وانت صايم ما شاء الله لو فيه زنوب بتتغفر بفضل الله سبحانه وتعالى طيب فيه لسه شوية زنوب فضلة تتعمل لها التصفية النهائية في شهر شعبان في شهر شعبان بتترفع فيه اعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى يعني اكتر اكتر خدوا بالكم الحاجة اكتر من سبعة مليار ونص صحيفة هتترفع ابتداء من بكرة بكرة وسلا واحد شعبان في طول شهر شعبان هيترفع صحيفة فالسبعة مليار ونص صحيفة لو فيه صحيفة فيها صيام بفضل الله تكون سببا فيه مغفر الذنوب العام كله بفضل الله سبحانه وتعالى بس فيه صنف بقى هيتحرم بقى من المغفرة لحتى لو كان صايم بسبب مشكلة معينة عشان كده قلتلك ان اعظم عبادة في ليلة دي هي عبادة العفو ازاي بقى اسمع لي الحديث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأوه البيهقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل الى عبادة هتلاقي الناس في الليلة دي تلت اقسام مؤمنين وكافرين ومؤمنين متخصمين تمام كده دول تلت اصناف موجودين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل الى عبادة فيغفر للمؤمنين ادي اول صنف الحمد لله ربنا اجعلنا منهم ويملي للكافرين ربنا ما اجعلناش منهم وبعدين الصنف الثالث ويدعوا اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا يعني اجل المغفرة للناس ديت عشان كده حتى في الرفع الاسبوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الاعمال يوم الاثنين يوم الخميس فيغفر لكل عبد الله يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء خصام فيقال انظروا يعني اجلوا انظروا هذين حتى يصطلح انظروا هذين حتى يصطلح في ليلة النصف من شعبان المولى عز وجل يغفل للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعوا اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا الناس اللي متخصمين مع بعض يتأجل المغفرة السنوية بتاعتهم كلها لحد ما يسيبوا ايه الخصام بمعنى وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام بمعنى ان انت تبدأ بالصلح بمعنى ان انت تصالح اللي مخصمينك او تصالح اللي انت بخصمهم وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام انت احسن منه قل لي هو اللي غلط اقولك انت اللي احسن منه قل لي برضو طب انا غلطان بس مكسوب برضو يعني انت احسن بان انت ايه ان انت اللي ترك السلام وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام وبعدين لو عايز ربنا يعفو عنك اعفو عن الناس ولو عايز ربنا يغفل لك اغفل للناس ولو عايز ربنا يسامحك سامح الناس عشان كده الليلة دي كانت من اجمل اللي 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 الل وأن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم جميل جدا يبقى إذن إحنا المفروض إن إحنا نكثر من الصيام في شهر شعبان لأنه من عائشة قالت كده كما في الحديث اللي رأى مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبانا كله وفي رواية كان يصوم شعبانا إلا قليلا الله أكبر فكان يكثر جدا من الصيام فعشان كده أقول لكم كتروا من الصيام بفضل الله في شهر شعبان ويوم ما تيجي بقى يوم 14 اللي هو ليلة 15 هتبقى أنت صايم 13 و14 و15 بفضل الله تيجي ليلة نصف من شعبان اعمل بقى اللي أنا أقول لك علي ده قول يا رب اللهم إني عفوت عن كل من ظلمني وقد صالحت كل من خاصمني وبعتلهم رسائل على الموبايل يعني كل عام وأنتم بخير أنا يعني متسامح ومتصالح وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بفضل الله سبحانه وتعالى تكونوا ممن شمالهم الله عز وجل بعفوه ومغفرته ورحمته وجوده وكرمه بفضل الله جعلاني الله وإياكم من أهل الجنة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته